العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى لجرائد إفريقيا الشرقية الصادرة اليوم ومستهل هذه الجولة من رواندا حيث أفادت إرنا بأن السلطات الصحية الرواندية بدأت أمس بتلقيح المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء وطالبي اللجوء الذين تم إجلاؤهم من ليبيا ضد كوفيد 19 ونقلا عن وزير الصحة الرواندي دانيل نجامينجي كتبت الصحيفة الإلكترونية أن الحكومة ملتزمة بإدراج اللاجئين المستقرين في البلاد في خطط الحكومة لمكافحة فيروس كورونا في إيتيوبيا توقفت إيتيوبيا المونيتور عند إطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد 19 يوم السبت مشهلة إلى أن مسؤولي الصحة صرحوا بأنه تم الاستعداد جيدا لبدء هذه العملية أما في كينيا فقد ذكرت صحيفة ديلي نيشن أن الصحفية الكينيا إليزابيت ميراب من ناشن ميديا جروب حصلت على جائزة التغطية الصحية العالمية المرموقة هذا العام تقديرا لجهودها في مجال الصحافة الصحية في إفريقيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر